خليني الجزء الأولاني كان يخص القطاع الخاص خليني أقول لحضرتك النقطة دي مهمة جدا إحنا جزء من الحزمة اللي أطلقها في خامة الرئيس كانت خاصة برفع حد الإعفاء الضريبي دي يعني موجهة في الأساس للقطاع الخاص والعاملين في القطاع الخاص اللي هم بيمثلوا أكتر من 76% من قوام القوى العاملة في مصر إن لما بزود لهم حد الإعفاء الضريبي فعليا هم بيستفيدوا من هذا الموضوع ولكن الأهم زي ما حضرتك قلت هو إن إحنا طبعا من خلال المجلس القومي للأجور إحنا بنجتمع مع مؤسسات القطاع الخاص وبنشوف معاهم إيه اللي يقدروا يعملوه في إطار زيادة المرتبات أو الحد الأدنى وهو الموضوع زي ما حضرتك قلت وأنا بأكد هو الموضوع ليس يعني بالقصرا أو جبرا بالعكس تماما بيبقى بالاتفاق التطوعي والحيان عايز أقول إن هناك عدد كبير جدا من المؤسسات القطاع الخاص بالفعل خدت خطوات في هذا الموضوع وبتاخد في خلال الفترة القادمة إحنا حريصين كل الحرص على إن القطاع الخاص يستمر بالعمل بأقصى قوة ممكنة لإنه هو المحرك الرئيسي للاقتصاد والمشغل الأكبر للقوى العاملة في مصر فإحنا مش عايزين نضر به ولكن أيضا هذا الإجراء بيبقى بالاتفاق الحبي مع القطاع الخاص من خلال المجلس القومي للأجور اللي عايز أتكلم فيه للحتة الحركة قلت عليها الجزء الآخر وهو قضية التعويم إحنا كدولة النهاردة أخدنا إجراءات البنك المركزي لإنه هو أقدر إنه يتكلم ولكن بحكم إن أنا كرئيس للحكومة اسمح لي إن أنا أقولها بقدر إمكان إحنا النهاردة واخدين القرار إن السعر بيبقى بنتبق المرونة في موضوع تحديد سعر الصرف وبنان عليه إحنا بنعمل هذا الإجراء وإحنا عارفين كويس قوي ومحددين الخطوات اللي إحنا بنتحرك فيها كدولة بالتنصيق الكامل ما بين الحكومة والبنك المركزي وعشان كده إحنا يمكن عشان كده وأنا بأكد لهذا الموضوع وده يمكن للسؤال اللي قالته الزميلة باللغة الإنجليزية إن إحنا كدولة حرصين إن إحنا دايما نلبي أو نوفي الالتزامات اللي علينا والدولة المصرية والحمد لله ولله الحمد لم تتأخر يوم عن سداد الالتزامات اللي بالعملة الصعبة عليها من أقصات ومن فوايد وكل حاجة للمؤسسات الدولية وإن شاء الله خطتنا بهذا الشكل واللي أنا قلته لحضرتك وفي وقت من الوقات وقلته ليك وكلكم إحنا حطين تصور واضح لموضوع الموارد الدولارية اللي تيجي للدولة المصرية على مدار سنة كاملة وده هدفه كله وأنا بقولها للمواطنين إزاي نبقى قادرين نتعامل مع الفجوات أو الفجوة الدولارية اللي موجودة وإزاي نتحرك فيها فبالتالي ويمكن هنا أنا حستعير كلمة من اللي تقالت من أحد الزملاء هنا لما قال إن التعويم فاد الصناعة بصورة كبيرة جدا لأنه زاد من تنافسية المنتج المصري قدام الأسواق العالمية فهذا الموضوع إحنا يعني الدولة المصرية بتتحرك فيه مرة أخرى ده اختصاص أصيل للبنك المركزي المصري ولكن طبعا إحنا عنا على الاستقرار بوضوح شديد جدا ولكن إحنا زي ما بقول لحركم إحنا ملتزمين تماما بالمرونة في هذا الموضوع تبقى لقليات العرض والتلب وحنستمر في هذا الموضوع بتنصيق كامل ما بين الحكومة والبنك المركزي